انا اتخرج من كلية تربية فنية دفعة 92 لما اتخرجت اشتغلت في كذا حاجة يعني منها انا طول الفترة من بعد التخرج لحد دلوقتي وانا شغال بالفن التشكيلي في كل المجالات موزيك رسم نحت تصوير كل حاجة فن الاطماطا ده فن قديم قوي لها اصول فرعوني من زمان جدا وكانوا بيعملوا اللعب بتاعتهم لعب متحركة بالخشب والخيوط والخمات المتوفرة عندهم في الوقت ده لكن اندسر بعد دخول موضوع الصين والبلاستيك واللعب البلاستيك فالناس بقت تلجأ اكتر لموضوع ما يتعبوش في فكرة جديدة مثلا من الالعاب المتحركة للخشب الفن الاطماطا بيبقى فيه بسيط اللعبة البسيطة وفيه الفن المعقد المليان تفاصيل الاطماطا بيها جزء هندسي ميكانيكي وجزء فني فبيبقى عندي خطين بشتغل عليهم الخط الهندسي والخط الفني اللي بيحكي قصة للمتلاقي اذا كان طفل او كبير عندي هدف وعندي غاية ان انا طول الوقت اشتغل على الفكرة اللي ابتدت تندسر لانه مليانة قيم ومليانة مبادئ ومليانة افكار يمكن شوية ظهر حاليا في الوقت الحديث زي الميكانو والحاجات اللي بتتحرك بالالكترونيكس وفيها تركيب شوية بس الاطماطا انت بتختارع اللعبة يعني from the scratch فافيض للطفل كمان او للمتلاقي ان هو نحسه على الابداع اكتر من ان انا قديله مثل او كتالوج يقدر يركب الحاجة منه لأ انت بعلمك ان انت ازاي تختارع اللعبة ازاي تعمل الميكانيزم بتاعها فبالتالي ده افيد للانسان